تقول واشنطن أن الجولة الجديدة من المفاوضات بين إسرائيل وحماس حققت بداية مشجعة لكنها لا تتوقع أن يسفر اليوم الأول عن الخروج باتفاق وبالتالي فالمفاوضات قد تستمر إلى يوم الجمعة أما لندن فقد توجه وزير خارجيتها إلى إسرائيل في محاولة لمنع اندلاع حرب شاملة في الشرق الأوسط يرى وزير الخارجية البريطاني أن المباحثات في الدوحة تشكل لحظة حاسمة للاستقرار العالمي وأن الأيام والساعات المقبلة قد تحدد مستقبل الشرق الأوسط إسرائيلياً فبينما يشارك رئيس الموساد وشباك في المفاوضات بحثاً عن اتفاق جدد رئيسه الأركان الإسرائيلي تصريحات نتنياهو بأن تل أبيب لن تقبل بوجود حماس في قطاع غزة نتابع وبالتزامن أيضاً مع المفاوضات خرجت عائلات الرهائن ومؤيدوها في مسيرات حاشدة في تل أبيب والقدس تطالب نتنياهو بالتوصل الاتفاق لإطلاق سراح الأسرة المحتجزين في غزة تطالب نتنياهو بالتوصل الاتفاق لإطلاق سراح الأسرة المتحدة اشتركوا في القناة